دعت السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما إلى الاستثمار كثيرا بتربية الفتيات في وقت أعلن فيه البنك الدولي تخصيص مليارين وخمسمائة مليون دولار لهذه القضية عندما نستثمر في تعليم الفتيات ونضم النساء إلى صفوف اليد العاملة لن يكن المستفيدات الوحيدات فنحن جميعا نستفيد وأتكلام ميشيل أوباما التي أطلقت العام 2015 مشروع ليدغيرز ليرن في واشنطن في مقر البنك الدولي الذي كشف عن تمويل مشاريع تربوية جديدة في العالم وتعهد البنك الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة تمويل مشاريع جديدة بقيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا خصوصا حيث لا يرتاد جزء كبير من المراهقات المدرسة اشتركوا في القناة